السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنة وانتو طيبين وبالف خير النهاردة بقى نعمل مع بعض الجبنة الفلاحية او الجبنة البيضة طريقة سهلة جدا جدا بجد بسيطة جدا وبلت رواحة بس من الحليب عملت ونص كيلو او اكتر من الجبنة الفلاحية من غير منفحة خالص ومن غير حصيرة ولا اي حاجة وقدتني كل الكمية اللي انتو شايفينها دي ما شاء الله حلوة جدا جدا طعمها اشطب جد مش طعمها جبنة طعمها اشطب جد طعمها خطير احسن مليون مرة كمان من اللي هنشتريها من برا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة مع بعض انا مش محتاجة حاجة خالص غير لتر واحد بس من الحليب زي ما انتو شايفين نازم يكون حليب سايب يعني حليب لسته طوزة محلوب جاهز مش مبسطر ولا معلب ولا مغلب خالص اللي هو الحليب العادي السايب الفلاحي اللي هو بيجي من الفلاحين يكون بخيره كده ويكون جايبان من حد كده واسقه فيه كل اللي عملته اني سخنت الحلة كويس جدا زي ما انتو شايفين اول ما ضيفت فيها الحليب طلعت دخان كده يعني هي سخنة جدا جدا وغسلت الكيس بتاعي الحليب ده من برا قبل ما افضيف الحلة ونشفته كويس عشان تأكد ان ما فيهش اي حاجة وكمان صفيته بالمصفة بالشكل ده كده عشان لو فيه اي شوائب او حاجة اتخلص منها لمدة اربعة وعشرين ساعة لو في الصيف وتمانية واربعين ساعة لو في الشتاء احنا الوقت اللي احنا فيه ده وقت متوسط الحرارة المتوسطة فسبته تقريبا يوم ونص يعني اربعة وعشرين ساعة وكمان اتنواشر ساعة سبته في مكان دفي ومتغطية وسبتة جدا اهم حاجة انها ما تتحركش من مكانها خالص يازم تكون في مكان سابت يعني ما تتحركش ابدا ولا حد يهزها ابدا يعني انا سبتها في ضرفة المطبخ ضرفة اكون ما بفتحاش خالص وغطيتها بفوتة يعني غطيتها الحلة بالغطى وغطيتها بفوتة كمان وسبتها في الضرفة لمدة زي ما قلتلكو يوم ونص كاملين لغاية ما تجبنت معي وعملت الجبنة بالشكل ده كده زي ما انتو شايفين انا ما شلتش منها القشطة ولا اي حاجة سيبها بقشطتها كده زي ما هي عاوزها تفضل بخيرها كده وهتديها بقى طعم حلو جدا جدا القشطة دي زي ما انتو شايفين هتلاقوها جبنة كده ومسكت في نفسها وعملت وش قشطة كده من على الوش مش هشيله ولا اي حاجة سيبه زي ما هو كده تمام جدا دلوقتي بقى معي مصفة ومعي تحتها طبق بلاستيك زي ما انتو شايفين مصفة تكون قد الطبق كده وكمان معي شاشة او قماشة اي قماشة بيضة وتكون ضيفة جدا جدا تكون موجودة عندك تكون مخصصوها للأكل وللجبنة تمام كده دي قماشة بيضة عادية جدا مخصولة كويس جدا جدا ويعني متأكد ان ما فيهاش اي روايح او اي حاجة يعني مخصولة بالوسائل المواعين مش مخصولة بالمسحوق بتاع الغسيل تمام كده وبعد كده حطيت فيها الجبنة بتاعتي وهبدأ ألم عليها كده واقفل عليها بشتاكل ده كده اول ما نحط الجبنة هتلاقوها نزلت كمية شيرش كويسة كده يعني كمية كبيرة من الشيرش هضغط عليها ضغطة بسيطة ومش قوي ضغطة خفيفة جدا بايدي هنزل اول كمية من الشيرش معنا وبعد كده هبدأ اربط الجبنة بتاعتي دي هربط عليها ممكن نعلقها عندنا في المطبخ ونحط تحتيها طبق بلاستيك لحد ما تصفي كل كمية الشيرش اللي فيها في الطبق بالشكل ده او ممكن كمان نسيبها في المصفى زي ما انا عملت كده زي ما انتم شايفينها بقولكم احنا ممكن نعلقها في المطبخ في ضرفة مطبخ مثلا ونحط تحتيها طبق بلاستيك لحد ما تصفي الشيرش بتاعها او نعمل زي ما انا عملت هحطتها في طبق يعني زي ما هي كده في المصفى يعني حطها المصفى في طبق بلاستيك وكل ما بتنزل شوية من الشيرش في الطبق بفضيهم في طبق تاني عشان مايرجعوش الجبنة تشربهم تاني تمام كده يعني سبتها بقى كده قد إيه سبتها ست ساعات بالزبط ممكن تسيبوها اكتر يعني زي ما انتم تحبوا انا عاوزها طارية فسبتها بس ست ساعات لو حايزين الجبنة تبقى نشفى جدا جدا من الشيرش ممكن تسيبوها لحد تاني يوم تصفي الشيرش بتاعها زي ما انتم شايفين كل ما يجمع شوية من الشيرش كده بفضيهم في حاجة تانية عشان مايرجعش الجبنة تشربهم تاني تمام كده الشيرش ده بقى حبيبي احنا مش بنرميه ابدا احنا بنعمل به احلى معجنات ممكن تعملو بيبتزة او قرسترية ممكن تعملو بيفطاير طبعا لو دخلتوا على قيمة التشغيل بتاعت المعجنات عندي على القناة هتلاقوني عاملة كمية معجنات كتير جدا اختاروا الحاجة اللي تعجبكم معجنوا بيها اجنوا بالشرش ده اتطلع حاجة حلوة جدا وكمان ممكن تحطوه مع المش لو عندكم زلعة المش ممكن تحطو معي الشرش ده برضو بحلو جدا فيه زي ما انتم شايفين انا فتحت على الجبنة بصوا عاملة ازاي اعزا اقولكم طعمها اشطابش طعمها جبنة بجد يعني فرق شاسع جدا بين ان احنا نعملها في البيت واننا نشتراها من بره طبعا زي ما انتم شايفين هي شكلها بيتكلم يعني انا مش محتاج ان انا اوصفها ولا اوصف طعمها تمام كده جبت بقى ورقة من الزبدة ويفطيت عليها الجبنة بتاعتي بالشكل ده كده عشان اعملها شكل استواني انا شكلتها كده شكل استواني بالمعلقة انتم ممكن على فكرة تحطوها في علبة بلاستيك زي ما هي بعد ما نشفت من الشرش كده تحطوها في التلاجة وتاخدو منها بالمعلقة عادي جدا بس انا حبيتها تديها نفس الشكل بتاع بره عشان اا يعني تبقى شكلها حلو كده اا زي ما انتم شايفين عملت لها شكل كده استواني وي اا لفتها بالشكل ده كده واخدها زي ما هي كده حطها في طبق وحطها في التلاجة اا تقريبا اا يعني كل ما سبقى في التلاجة تمسك نفسها اكتر وتقدر تقطعيها اكتر تمام كده انا ما سبتهاش كتير بصراحة كنت مستعجلة عليها يعني ما سبتهاش حوالي نص ساعة بس وطلعتها على طول كنت عايزة اصور وخلص التصوير وكده زي ما انتم شايفين اهضتها الشكل الاستواني وده كده الشرش اللي طلع منها حطيته في برتمان وغطيه بغطى وحطه في التلاجة او في الفريزر لو في التلاجة لو هتعملي بيه على طول تاني يوم او حاجة حطيه في التلاجة لو لسه قدامك شوية على ما تعملي بيه حطيه في الفريزر ويبقى طلعه يفقه وبعد كده بعجم به احلى قرص طرية بيبقى تحفة وطبعا هتلاقوها موجودة على القناة وهسيبها لكم برضو في صندوق الوصف لو عايزين ترجعوا لها ادي الجبنة بتاعتنا هده بفتح عليها بقى عاوزة بقى اطلعها وديها نفس الشكل اللي هو بتاع الحصيرة هتشوفوا دلوقتي هنديها نفس الشكل بتاع الحصيرة ازاي بكل سهولة احاول بس بالروحة كده اشيل ورق الزبدة خصوصا ان هي لسه مكنش مسكت نفسها كويس زي ما انتم شايفين هتلاقوها ايه يعني ايه مش متماسكة اوي معي حاولت كده بالروحة ان اطلع ورق الزبدة وطول ما انا بعمل فيها زي ما انتم شايفين عملها بكل فيها بجد كانت عموها حلوة قوي واجبت بقى شوكة وبدهر الشوكة كده وعملت خطوط كده بالطول عشان اديها نفس الشكل حصيرة من غير ما يكون عندنا حصيرة ولا حاجة بكل سهولة زي ما انتم شايفين كمية حلوة جدا يعني تقريبا نص كيلو او اكتر انا ما وزنطومش بصراحة بس هما فعلا كانوا يعني بالنظر كده هما معادييني النص كيلو اه من الجبنة لان انا بجيب الكتعتين او اقل من الكتعتين بيبقوا ربع كيلو فطبعا يعني دول حوالي خمس كطع قبار وطبعا اه يعدوا نص كيلو كمان من الجبنة من لتر واحد بس من الحليب زي ما انتم شايفين بقطعها كده وها طلع لكم دلوقتي وتشوفوا برضو القطع عاملة ازاي تمام كده انا قصدت كمان ان اعمل كيلو واحد بس من الحليب عشان اللي يجرب يجرب في كمية بسيطة يجرب في كيلو واحد بس ولو عجبته يبدأ بقى يعني يعمل كميات اكبر زي ما هو حيب تمام كده زي ما انتم شايفين هطلع دلوقتي القطع وغررها لكم عايزو لكم طعم وشكل بجد تحفة بجد احسن من اليوم مرة من اللي هنشتريها من برا وانتم عارفين ان انا يعني ما شكرش في حاجة اوي كده غير لما تكون فعلا هي حلوة وتستاهل انكم تجربوها زي ما انتم شايفين ما شاء الله تحفة جدا انا كمان عملت معاكم الجبنة كريمي وعملت معاكم كمان الجبنة الرومي قبل كده هسيب لكم برضو اللينجات بتاعتهم في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا لهم زي ما انتم شايفين ما شاء الله كمية حلوة جدا من لتر واحد بس من الحليب طعمها تحفة بجد تقدروا بقى وتنسونش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة اشوفكم على خير في فيديو جديد وكل سنة وانتم طيبين وبالف خير ويعود عليكم الايام بالخير والصحة والسلامة والسعادة يا رب اشوفكم على خير في فيديو جديد مع الف سلام